فتنا احمد لو قلنا ان روي فتوريا من ساعة ما مسك منصب مدير الفني منتخب المصري الارقام بتاعته ارقام مشجعة جدا يعني انا عايزين نطلع الارقام بتاعة روي فتوريا خلاعب خمس ماتشاط مع منتخب مصر وفاس في الخمسة العلامة الكاميرا تسجل 14 هدف واستقبلت شبكنا هدف وحيد شايف تطور اداء روي او منتخب مصر مع روي فتوريا ازاي ده يديك مرضود دايما ان الراجل مش هنقول بيلعب على مستوى ان هو بيدفع كويس او طريقة لعب ان هو بيدفع كويس لكن خطوطه منتظمة تقارب الخطوط بينها وبن بعد سواء على خط الظهر او مستوى نص الملعب او التلت الامامي دايما كل اللعيبة بتبقى تحت الكورة ده ده مهم جدا وكان من ابرزهم طبعا محمد صلاح ومساعدته بشكل كبير جدا مع محمد هاني او اي حد بيلعب تحت منه ودي برضو ما يميز محمد صلاح ان الراجل بينزل وبيدافع وبنشوفه زي ما شفنا في كاس الامم الاخير الراجل بينزل وبيدافع وعنده انكار زياد بشكل كبير جدا زي ده الناحية التانية لان طريقة لعب مستر فيتوريا دايما على اطراف الملعب بيبقى زائد ان انت بمأمم بشكل كبير جدا وبشوف من افضل تلاتة في نص الملعب على مستوى مصر والراجل اللي بيلعب بيهم سواء محمود حمادة فارق بشكل كبير جدا اداءه سواء مع فارق او مع منتخب مصر زي اللي لو قلنا ان اللعب مهند لاشين برضو اداءه فارق حتى مع فيوتشر او مع منتخب مصر فالراجل بيأمن دفاعيا بشكل جيد خطوطه متقربة فيه انسجام بشكل كبير جدا في خط الظهر سواء عبد المنعم لما بيلعب ارتكاز او كان حجازي قبل كده لربنا يرجع من الاصابة سواء لما بيلعب يسر ابراهيم اي حد لكن فيه عملية انسجام بشكل كبير تقارب خطوط بينها وبن بعض او مش بس بيلعب التأمين الدفاعي ده كمان احنا يعني على صحيح الارقام نتكلم الراجل في خمس مشاط نسجل اربعتاشر هدف فده معدل التهديف عالي ده ما بيقول ان الراجل بيهاجم بشكل اكساسيف شكل كبير ما دايما الراجل بيفرض اسلوب لعب دايما بيفرض اسلوب لعب وزائد ان ببقى فيه تنظيم دفاعي لان مهم جدا وانا طالع بهاجم بالكورة مهم جدا ومنظم دفاعيا ما بستعجلش على نهاية الهجمة بفرض اسلوب لعب بشكل كبير عندك زي ما قلت عندك محمد صلاح من اهم مفتاح اللعب على مستوى العالم مش هنقول على مستوى افريقيا بس زائد ان عندك مصطفى محمد عمر مرموش بينزل تريزي جيه بيقدر يمفتح لعب ومهم تغييره مهمة جدا ورقة ربحة على الدكة معه برا زائد التكملة او الزيادة العددية اللي بيعملها زيزه من نص الملعب بيقدر يبقى في عندك زيادة هجومية بشكل كبير فالراجل هنا منظم دفاعيا زائد ان عنده مفاتيح لعب او اوراق تقدر انها تكسبها او مفاتيح لعب تقدر تكسبها فيعتمد علىها بشكل كبير جدا فعشان كده تلاقي المعدل التهديف جيد عند المنتخب مصر شايف روي فتوريا مع المنتخب زي ما بيقولنا ان الارقام بتاعته ارقام عالية جدا ما شاء الله يعني خمس لعب خمس ماتشاط فاسش في الخمسة سجل 14 واستقبلت شباك ويادة بس شوفنا النهاردة في المقتبر الصحفي كان الراجل مش على طبيعته كان شوية متعصب اه ممكن يكون الموقف بتاع مين يتمرن على ملعب المباراة ساعة سبعة ولا الساعة تسعة وتفر يعني هل ده اللي كان مغيره تماما او مخليه زي ما شوفنا في المقتبر الصحفي حد مغصب جدا ونرفس جدا لا هم دايما المداربين البرتغالين بقوا اول مرة نشوفه كده احنا مش بحتكده لنقطة واحدة بس عشان نتأهل يعني مش هازه كل النرفازة ديانه الخناقة ديانه لا هو الرجل او هو الرجل بدور على مكسب يعني حتى لو احنا محتاجين نقطة او الرجل بدور على مكسب بدور على اجواء تتناسب مع مسئولية كبيرة جدا التوليل منتخب مصر دي حاجة حاجة كبيرة شرف كبير جدا فدايما بيدافع عن حقوق منتخب مصر لازم الرجل برضي بقى فاهم ان انت ما بتلعبش في مكان الدولة او الفرقة اللي انت هتلعب هذا كويس يعني ده دي حاجة في صالح منتخب مصر ما هي في صالح منتخب مصر لكن ممكن في بعض الكواليس ممكن احنا ما نكونش عاربها لها اللي شد الراجل في حتة التنظيم حتة المسئولية اللي عند الراجل انتجاه منتخب مصر ممكن في بعض الحاجات هو ممكن يكون مجدود او متعصب لها او واخدها نفسيا على نفسه لكن اتمنى ان التعصب ده ما يتنقلش للعيبة او ما يتنقلش في قوضة اللبس للعيبة اعتقد ان الراجل بيعرف يفصل بشكل كويس يمكن ممكن بيسبب ضغط على الفريق الخصم من مؤتمر الصحفي بتاعه لان دايما البرتغاليين كده ممكن بيصدر لك حاجة كأعلام وهو بيبقى هادي جدا مع اللعيبة وهو شدد لان عنده هدف معين انه هو عايز يوصله رسالة لكن ممكن مع اللعيبة فيه هدوء شديد جدا والراجل بيقدر يفصل في ده كويس هل تعتقد ان روي فتوريا لغاية دلوقتي لم يتم اختباره فيه محاك حقيقي اعتقد لسه 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 المباريات اللي انت ممكن تقدر تحكم عليه مدير فني قوي لسه يعني لسه انت ممكن اه الفترة دي محاك نتائجي جابها بشكل كبير لكن لسه ملعبش منتخبات قوية تقدر ان انت تقيس عليها امكانياته كمدير فني